بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكمل اليوم ان شاء الله ما بدأناه من الوحدة السادسة والي هي وحدة المرونة خدنا الاجهاد خدنا الانفعال خدنا قانون هوك هناخد بعض المسائل هذه المسائل مهمة احنا طبعا في نخص ما يعني ما بدأناه احنا قلنا اولا الاجهاد هي الاجهاد الاجهاد طبعا ممكن مرمز المرمز مثلا كده سيجمع بيساوي قوة على مساح مساح الوحدة بتاعته نيوتل لكل متل مربع فيه معا كده الانفعال ممكن مرمز المرمز مثلا ايبسلون بيساوي التغير في الطول على الطول الاصلي معامل المرونة ممكن مرمز برمز واي اور اي كابتل عبارة عن اجهاد انفعال يعني اف على اي على دلتا ال على ال نوت ولما نعمل اعاد الترتيب لهذه المعادلة يبقى اف في ال نوت على ال اي في دلتا ال ده عبارة عن معامل يانج ووحدته هي نفس وحدة الاجهاد لان الانفعال ليس له وحدة لاب ناخد بعض المسائل اختر الاجابة الصحيحة مما يلي هل وحدة الاجهاد هي نوتل لكل متل مربع ولا نوتل لكل متل ولا ليس له وحدة ولا نوتل لكل كيلو جرام مربع طبعا الاجهاد وحدته نوتل لكل متل مربع طب الانفعال الانفعال نوتل لكل متل مربع ولا ليس له وحدة ولا نوتل لكل كيلو جرام مربع ولا نوتل لكل كيلو جرام ليس له وحدة يبقى ليس له وحدة الانفعال معامل يانج هو نفس معامل هو النفس معامل ينج يقاس بنفس واحدة الاجهاز نيوتن لكل متر مربع طب ناخد احنا مسألة اذا كانت عضلة تستطيل خمسة سنتيمتر وبدي عبارة عن ايه مسألة كده الاستطالة كام استطالة عضلة عندي ادي شكل العضلة هو عضلة في جسم او في نسيج احنا عندينا الاستطالة الحادثة في العضلة هي بديل تقل بسو فايف سنتيمتر تحت اصيل قوة مقدرة كام خمسة وعشرين نيوتن عايز معامل ينج لانسيجة هذه العضلة اذا اعتبرناها على شكل استواني نصف قدرها اعرب نصف قدرها يبقى اربعة سنتيمتر عايز معامل ينج وطولها كامل العضلة يبقى ايه لنطري عشرين سنتيمتر عايز معامل ينج يبقى هي الايه مجهولة ابتدي اول حاجة انا ابتدي احول الوحدات اللي عندي بوحدات غير الوحدات بتاعت الاس اي يعني مسلا ندل تقل واحدة بالسنتيمتر لأ نحولها المتر يبقى خمسة فيها عشر او سالب اتنين متر ثم الار الار اللي هي نصف القدر اربعة يبقى اربعة فيها عشر او سالب اتنين متر الال عشرين في سنتيمتر عشرين في سالب اتنين متر خلاص يبقى احنا كل الوحدات عندي انا بالمتر وبالنيوتن تمام يبقى مفيش ايه موضوع المعامل ينج عبارة قادل القانون بتاعه اهو اف في ال نقط على ايه في دل تقالي وبنا عايز الايه الايه دي عبارة عن استوانة مساحة مقضاها باي ار تربيع باي تلاتة اربعة اشر من مية والار باربعة فيها عشر او سالب اتنين لكل تربيع تمام في هذه الحالة لما بتري انا اعوض يبقى في هذه الحالة الايه تساوي لما اعوض عن الايه بال اف خمسة وعشرين اهي الال نقط بعشرين فيها عشر او سالب اتنين على الايه اللي هي تلاتة اربعة او سالب اتنين لكل تربيع في مين تاني في دل تقل ودل تقل بكام خمسة في عشر او سالب اتنين خلاص في الاخر خالص كده انا بدي بيطلع لرقم الرقم ده وحدته نيوتل لكل متر مربع يسبي الال الحازبة احنا نقدر نقدر نحسب كل هذه المقادير لان كل حاجة معروفه معادي معادة مين معادة ال 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 اي طيب ناخد مساء مثال اخر خيض من العنكبوت طوله خمسة من عشر متر يبا دي ال ال القدر خمسة من عشرة مليمتر. علق رأسيا فإذا كانت استطالة الحادثة نتيجة الكتلة مقدارها مئة جرام يبديل ام مئة جرام. تساوي طول الاصل. الاستطالة الحادثة نتيجة هذه الكتلة تساوي الطول الاصل يبقى دلتا تساوي برضو خمسة من عشرة متر. معامل يانج كام? طبعا احنا معامل يانج الاي تساوي. اف قوة مضروف الى نقطة طول الاصلي على ايه في دلتا ده المعادلة بتاعته. الاف بكام? الاف مش موجودة عندي بس مديني ايه بقى? مديني هو الام والام ديه العلاقة بينه وبين الاف. الاف دي وزن? يبقى مئة. مضروف هي عاشر سالب ثلاثة. يبقى لازم احاولها لكيلو جرام يبقى رفع عاشر ثلاثة. مضروف مين تاني? مضروف عشرة تقريبا ان هي تسارع الجاذبية الارضية. لان الوزن يساوي الكتلة في تسارع الجاذبية الارضية. ام جي. ام جي. في اللي نطب كامل اي نطب? بخمسة من عشر. اهي. على مين? على الايه. الايه برضو مش معانا. لكن هو مديني مين? مديني القطر. اجيب الاول نصف القطر. خمسة من عشر على اتنين. خمسة وعشرين من مية. ملي متر. انا عايز احاول المتر. خمسة وعشرين من مية. في كام? في عاشر السالب. لان علاقة بين المتر والملي متر. الواحد متر سوى عاشر سالب ثلاثة. ملي متر كده. يبقى كده خلاص وحدات. طب والاي? اه. الايه ده خلاص? يبقى باي ار تربية. باي ار تربية. يبقى اربعة اشر من مية. في مين? في ده? خمسة وعشر من مية. اللي هو نصف القطر. فيا عاشر اسالب تلاتة لكل ايه? تربية. ابتدي اعوض عن الكلام ده. يبقى تلاتة اربعتاشر من مية. في عشرة. في خمسة عشرين من مية. في عشرة اسالب. اه عشرة اسالب تلاتة. ده عبارة عن ده كل تربية اهو. مضروف مين? في في برضو دلتا اللي هو نفس الطول الاصلي. عشان يبقى دامعة ده. طبعا بالآل الحاسبة اقدر اضل حيديني رقم وحدته نيوتل لكل متل مربى. دي بعض ما المسائل يعني اللي هي على الوحدة السادسة اللي هي وحدة المرونة. الجهاد والانفعال وبعض المسائل دي مهمة.